اشتركوا في القناة في ديني، فشلت في أعمالي، كنت أفشل الفشلة والآخر قبل يسوع المسيح ووصلت إلى المرحلة التي بدأت أسمع فيها أصوات في رأسي، أسميها أرواح معذبة لا تستاهل الحياة أن تحييها، قالت أحدها، لست جيدة كفاية لهذه الحياة، لا رجاء لكي وتابعت الاستماع والاستماع والاستماع لتلك الأصوات يأتي الإيمان بالخبر والخبر بثماع كلمة الله، لكن اسمعوني، الإيمان يأتي نتيجة الاستماع فقط انتبهوا لما تسمعون، انتبهوا لمن تسمعون، لأنه عاجلاً أم آجلاً، ما تصغون إليه سينشئ إيماناً فيكم وليس بالضرورة كلمة الله، تخيلوا، أول 28 سنة من حياتي كنت وبانتظام أتناول الأكاذيب والخداع آمنت أنني لم أكن جيدة كفاية، وأنني فاشلة، وأنني سيئة، آمنت أنني سمينة، كنت بشعة وغبية آمنت بأن هناك دائماً خطب بي، والأمور ستسوء لأن الله يكرهني وآمنت أيضاً أن الله كان ضدي هناك أشخاص يستمعون إلي الآن، وأنتم تظنون أن الله غاضب منكم، وهو فعلياً ضدكم هناك من يقولون إن الله ليس غاضباً أنا لن أقول هذا، لا أعرف ما هي أفكار الله تجاهكم في هذا الوقت يمكنه أن يكون غاضباً، قد حولنا الله في العالم الغربي إلى خادم عليه أن يطيعنا لا حاجة لأن نطيعه لذا فلن أقول إنكم لا تفعلون أمراً خاطئاً، لكن ما أقوله هو أنكم تستطيعون التصالح معه من الأسهل التصالح مع الله من التصالح مع البشر أكثر من البشر هو يقبل طلبكم المسامحة وتوبتكم مباشرةً ويمنحكم بداية جديدة لذا إن أردتم أن تسموا هذا هذه بداية الجديدة النظيفة فشلت في كل شيء لذا وصلت إلى مرحلة الانتحار لم أرد أن أحيا بعد ذلك كانت السنة 2000 ليلة رأس السنة عاد زوجي الثاني إلى المنزل منتشياً وسكراناً كان عمر ابنتنا سنتين ونصف السنة آنذاك كنا مرتديات ثيابنا أنا وابنتي وحماتي وكنا ننتظر زوجي المنتشية والسكرانة ليعود إلى المنزل ولم يكن بإمكانه أن يسير حتى وأراد أن يأخذنا إلى عشاء عائلي من ثم بدأ يقود لم نتمكن من منعه حتى كان عنيفاً جداً ودفعنا إلى داخل السيارة وكان يتمايل على الطريق العام لأنه كان يغمد عينيه محاولاً تركيز لكنه عجز وخضنا شجاراً كان عمر ابنتي سنتين ونصف السنة وهي جلسة في مقعد الأطفال بدأنا نتعارك لأنني أردت أن أقود وهو لم يردني أن أقود أوقف السيارة ودفعني منها من ثم غادر وجدت نفسي في العراء منتصى في الطريق في منطقة ميامي تخيلوا ليلة رأسي السنة كنت أبكي وأسير على الطريق العام على الرصيف كنت أسير وكانت السيارات تتوقف ظنة أنني بائعة هوى كنت أبكي ببساطة أتلفت مكياجي وكان ينهمر على وجهي وأنا في فوضى عارمة لم أعرف ما الذي كنت أفكر به كنت أسير لأصل إلى مفترق في الطريق كنت أسير فقط ومن ثم بدأت أصرخ لله الله الإله الوحيد الذي أعرفه لما أنا سألته لما أنا؟ ما الأمر السيء الذي فعلته لأستحق هذا؟ من ثم لاحقا قلت له ساعدني رجاءاً بعد ذلك توقفت سيارة وصليت في قلبي أرجو أن تكون امرأة إن كان رجلاً في ميامي ليلة رأس السنة إما سيقتلني يغتصبني أو يصرقني لكنها كانت امرأة فتحت نافذتها كانت تبتسم وسألتني ماذا حدث؟ أخبرتها باكية ما حدث قالت أدخلي سيارتي سأساعدك فنظرت إليها كما لو أنا على كتفيها ثلاثة رؤوس سألتها لما قد تساعدينني؟ تخيلوا شعوركم كما لو أنكم كلب مضروب وأنتم على استعداد لتلقي ركلة إضافية ويقدم لكم أحدهم المساعدة سألتها لما قد تساعدينني؟ ابتسمت بلطف وقالت ماذا كان يسوع ليفعل؟ أدخلي أرسلني الله لأحذرك ولشت السيارة وأعطتني محارمة وساعدتني لنظف وجهي وفتحت علبة الصودة ومنحتني إياها وبعد كل ما مررت به كل ظلام وكل الإساءة وكل شيء وكل ما مررت به التقيت أكثر شخص إيجابي ومحب في حياتي يقتبس من إرميات 29-11 لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر فيها عنك أنت شابة لدى الله خطط لك وتسألت من الشابة؟ عمري 28 قالت لي أنت جميلة أنا جميلة أنا قبيحة عد لك الله خططا الله يكرهني جميع الأكاذيب التي آمنت بها عن نفسي وهي تقول العكس وأنا أتسأل ما سبب جنوني؟ ما خطبك؟ هي تتكلم إلي عن يسوع لكنني لم أفهم كلامها أنا ذاك لا أزال أحاول استيعاب ما حصل قبل بدع دقائك أخذتني إلى منزل مسيحي جميل وكنت محاطة بأشخاص محبين رائعين في تلك الليلة لم أنام حتى كنت أتسأل ما الذي حدث لابنتي كانت تبكي مصدومة في الكرسي الخلفي إذ سر أمها تدفع من السيارة كيف سأستعيدها؟ وأدركت أن تلك كانت نهاية هذا الزواج أيضا وكيف سأخبر أهلي بهذا؟ كيف سأواجه الناس؟ أردت فقط أن أختفي عن وجه الأرض عوضا عن مواجهة نظرات الناس تدينني وتذكرني طيلة أيام حياتي بما فعلته وفي الصباح بمرافقة الشرطة أنا استعدت طفلتي ومن تلك اللحظة ابنتي من عمر سنتين ونصف لعمر أربع سنوات لم تتكلم كانت صادمة لدرجة أنها كفت عن الكلام الله صالح جدا إن عرفتموها الآن الله رائع هي معجزة متحركة وعدت إلى الدراسة وتعلمت علوم الحاسوب ذهبت إلى مركز إيجاد العمل في الكلية وكنت أحتاج إلى عمل أجابني شخص هناك حسنا ليس هناك شيء متوفر سوى هذا المكان إليك العنوان والإسم ورقم الهاتف فاتصلت وطلبت موعدا وذهبت إلى العنوان وكان هناك إشارة ضخمة على المبنى الكنيسة ألفين ففكرت واو المسيحيون في كل مكان تتمنون هذا إذن دخلت وكان من سيقابلني غائبا حدث أن نائب رئيس الشركة رآني ولذلك الموضوع قصته المنفصلة كان رجلا مسيحيا وقال له الله قابلها وأطاع الكلمة لاحقا أصبحنا أصدقاء مقربين وأصبح مدربي في عالم الأعمال وساعدني لأنموى في مهنتي ويقول إذ يصف ذلك اليوم عندما دخلت مكتبي فكرت من أي كوكب سقطت هذه كنت كارثة لكنك بدأت ككارثة فالكثير من الناس كوارث لكنهم لا يبدون كذلك يخفون الأمر جيدا يجدون تخبئته لكن الواضح أنه فهمني وقال أنت كارثة وقابلني وذلك الصوت الخافت أوصاه وضفه فسألني متى تستطيعين أن تبدأي أجبت غدا وقال حسنا كم ترغبين أن تجني وكان لدي رقم في فكري فأخبرته به أجبني حسنا تبدأين غدا وقال أحتاج لأن أخبرك أمرا واحدا وهذا اختياري ندرس الكتاب المقادس في كل صباح ونصلي بعد ذلك قبل أن نبدأ يومنا وقد تحتاجين لأن تقدمي ساعة وأحيانا أبكر لحضورها لكن هذا اختياري وكامرأة مطيعة امرأة مسلمة جيدة فكرت إن كان رئيسي يطلب مني فعل أمر فلا يمكن أن يكون اختياريا أريد أن أحتفظ بعملي سأذهب لدراسة الكتاب هذه قبل أن أذهب إلى دراسة الكتاب المقدس صليت إلى الله قلت له الله أنا مسلمة لن أصبح مسيحية أبدا هم كفار سيذهبون إلى الجحيم فاغفر لي رجاء ولا تحسب لي هذه الخطية على طريقة صليت وذهبت إلى دراسة الكتاب كان هناك الكثير من السلام والمحبة في الغرفة زوجة الراعي أو مديري قالت لي تعالي عزيزتي هل لديك كتاب مقدس ففكرت أتمازي حينني قالت لي آه سنتشارك ففتحت الكتاب ودراسة الأولى في الكتاب المقدس كانت من إنجيلي يوحنى إصحاح 8 المرأة الزانية قرأ المقطع وسأقرأه لكم الإصحاح 8 بدءا من الآية 2 ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم وقدم إليه الكتابة والفريسيون امرأة أمسكت في زنان ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى في النموس أوصانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت؟ قالوا هذه ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحد مبتدئين من الشيو وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط فوقف يسوع وقال لها يامرأة أين هم؟ أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا عندما سمعت هذا لمسني أثر بي لكنني غضبت في قلبي لأنه وفقا لناموس الشريعة كان ينبغي رجم تلك المرأة حتى الموت كيف تجرأ يسوع على أن يغفر لها؟ ورفعت يدي من دون أن ألاحظ وقال معلم دراسة الكتاب المقدس أنت إشك صحيح الفتاة الجديدة؟ أجبته نعم وفكرت كم أتمنى لو لم أفعل ذلك ألديك سؤال؟ أجبته نعم هذه المرأة فعليا أمسكت بذات الفعل الزنا كان ينبغي أن ترجم حتى الموت لم تكن تصحق المغفرة من كان يسوع يظن نفسه ليغفر لها؟ هذا ما قلته وابتسم هذا الراعي لي غالبا قال في قلبه حسنا هذه الفتاة الجديدة تحتاج إلى الكثير من صلواتنا من ثم قال لي تلك المرأة الزانية التي قلت إنها لم تكن تصحق المغفرة كانت مستحقة جدا في عيني الرب يسوع المسيح بحيث إنها وإن كانت الإنسان الوحيد على وجه الأرض كان يسوع ليأتي ويموت على الصليب من أجلها وقد حز ذلك في قلبي لأنني كنت تلك المرأة وفي كل صباح كنت أتشوق للذهاب إلى دراسة الكتاب المقدس لكن أن أصبح مسيحية لم يكن الأمر مطوحا كنت خاسرة وفاشرة أصلا لكن الآن كمسلمة أن أغير ديني وأصبح مسيحية سترزلني عائلتي تماما بسبب ذلك رأيت بصيص أمل في آخر النفق لكن لم يكن بوسع إمساك ذلك الأمل لذا كنت أجلس وأقف أمام ما هو صحيح وكنت بائسة لأنكم إن عرفتم ما هو الأمر الصحيح ولم تفعلوه ستكونون بائسين لن تربحوا أبدا هناك مثل يرد فيه ليس حكمة ولا فتنة ولا مشورة تقوم بوجه الرب لا يمكنكم أبدا أن تنجحوا نعم لديكم حرية الاختيار لكن لن يثمر عملكم أو ينجح أو يتبارك لذا عذبني هذا الأمر أكثر وغرقت في اكتئاب أعظم في صباح أحد الأيام استيقظت ونظرت إلى ابنة نائمة على فرشة على الأرض كربي وقال لي صوت إن الحياة لا تستحق أن نحياها أي شخص قد يكون أما أفضل أنا ذاك قررت أنني سأقتل نفسي يومها أخذتها إلى الحضانة وذهبت إلى العمل وبدأت أخطط الانتحار ذهبت إلى الحمام وقمت بنقاش مع الله أي إله لم أعرف وبدأت أقول له أسأله لما تكرهني لهذه الدرجة ما الأمر السيء الذي فعلته لأستحق هذا ها أنا أنا أقرع بابك من دون أن أعرف أنها آية من الكتاب المقدس اقرع الله يقول اقرع هي وصية ها أنا ذا أقرع هل ستفتح أم ستطعمني للذئاب لأنه أمكنني سماع تلك الأصوات الشيطانية وهي تقول لي أقتلي 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 نفسك سينتهي هذا الألم إن قتلت نفسك ونظفت وجهي وعط إلى مكتبي مقعدي جلس ومباشرة الشاب الذي وظفني نائب الرئيس دعاني إلى مكتبه فقلت حسنا اليوم ليس يومي لا أهتم وأعتقد أنه سيفصلني عندما تبرمجون على التفكير بسلبية تظنون أن كل شيء سيكون سلبيا في حياتكم تبدأون تسقطون أفكاركم على الأمور سلبية تلو السلبية ذهبت وقال لي رجاء أغلق الباب واجلسي وأنا جلست قال لي سأخبرك أمرا يا إشك لم أفعل هذا من قبل في حياتي وأعرف أنه سيبدو غريبا لك لكن ربي يسوع أخبرني أنه سمع صلاتك في الحمام قال لي إنه لا يكرهك هو لم يهملك ولم يتركك لكنه يحبك لدرجة أنه مات على الصليب من أجلك وعندما تعرضت للتحرش كان إلى جانبك عندما تعرضت للاغتصاب كان إلى جانبك عندما تعرضت للضرب كان إلى جانبك وكان يتشفع من أجلك لكي تختاريه في أحد الأيام والآن يريدني أن أسألك إن كنت ستقبلين يسوع المسيح ربا ومخلصا هل سلمته حياتك وجعلته محور حياتك لم أفكر ولو للحظة ارتميت على وجهي على الأرض وبدأت أبكي وأبكي بمرارة وأطلب يسوع أن يدخل قلبي وجل ما قلته كان نعم 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 يسوع تعال تعال إلى قلبي وحياتي لم يكن هناك جوقة عظيمة أو دعوة إلى المذبح بل نعم واحدة نعم واحدة نقلتني إلى ملكوت الله وعرفت أن يسوع حقيقي هو لم يصلح جميع مشاكل مباشرة لكنني عرفت أن هناك بصيص أمل وعلمت أنني لم أعد بمفردي حيث كان هناك بؤس عرفت أنني أستطيع أن أسير مع يسوع وعرفت في نهاية اليوم أو السنة أو الحياة سيكون كل شيء على ما يرام رفعت أطنان من الأتقال عن كتفي تلك المرأة المسلمة البائسة المظلومة والغاضبة والكارهة التي تريد الانتحار اختفت كليا في تلك اللحظة نهضت من ذلك المكان كخليقة جديدة في يسوع المسيح وكنت مليئة بالفرح والمحبة لدرجة أنني أردت أن أعانق الجميع وأقبلهم دخل ذلك الفرح إلى قلبي في تلك اللحظة كنت كالرجل السكير في البار الذي يصرخ سأشتري المشروب للجميع شعرت كذلك تماما لأن يسوع دخل قلبي وغير كل شيء منذ ذلك اليوم بدأت أقدم شهادة أينما ذهبت من ثم عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر بث لأكثر من 150 بلدا وجعلت شهادتي متوفرة لأكثر من 700 مليون شخص في العالم المسلم في أفريقيا في أمريكا في بريطانيا في النروج في السويد في إندونيزيا في جميع الأماكن حول الله كارثتي إلى رسالة ويستطيع أن يفعل الأمر عينه معكم أيضا زوجي السابق الذي كان مدمن مخذرات قدته سنة الماضية إلى يسوع قال لي أنا أفسدت الأمور هل هناك رجاء لي؟ يسوع يستطيع فعل هذا يستطيع أن يفعل كل شيء بحسب مشيئته من أجلكم من ثم أبي أكثر رجلا عنصري قابلته في حياتي عائلته نالت ميدالية ذهبية من الحكومة التركية لإحراقهم 15 أرمينيا حتى الموت منذ سنوات عندما كنت أعظ في كنيسة أرمينية أتى ليحميني من الأرمن وهم أقلية في تركيا ويعاملون كمواطنين فئة خامسة هناك الكثير من العنصرية هناك في تلك كنيسة من كان كارها للأرمن وعنصريا تجاههم أبي نال الخلاصة بشكل مجيد وقدم حياته ليسوع المسيح ذلك الرجل الذي كرهته كثيرا القاسي اللئيم الزاني وزير النساء أصبح ابنا لله الآن ماذا عنكم؟ موسيقى